أتكلم برضو أجيمي عن محمد مجدي أفشا ودوره مع الأهلي دوره المنقوس طبعا أفشا كريم دايما كلنا بنتكلم أنه أفشا كان عنده نواقص هو نفسه عنده نواقص ألا وهي أنه هو مطلوب منه أن يؤدي بعض الأدور الدفاعية مطلوب منه أنه يعمل الضغط لأنه خلاص تلغت من الأهلي وتلغت من معظم الفرق قصة الأربعة، تنين، تلاتة، واحد بوجود بلايميكر أو لعيب مركز عشر فبقى بيلعب في طريقة الأربعة، تلاتة، تلاتة باتنين لعيبة مركز ثمانية إمام عشور ناحية الشمال وهو ناحية اليمين أو لو مش وجود إمام عشور بيلعب هو ناحية الشمال وقاليو ديانج ناحية اليمين طيب بطلب منه أدوار يعملها الرجل بقى بيعملها الأدوار الدفاعية طلب منه أدرجه ما يعملها بقى بيعملها طب ليه ممكن لعيب يتبروز أنه نهاردة ما كانش كويس أو ما كانش أفضل شيء أو ما ظهرش أنه هو كان عمل حاجة كبيرة أو ما عمدش الدور مطلوب منه وممكن أنه يظهر أنه كويس ليه ده بيحصل؟ مع أفشا تحدي أفشا نهاردة بالمناسبة يعني هو قدم في مباراة ميديامة شكل ممتاز مع بيرسيته بعد أن نزوله في الديارة 65 النهاردة بيقدم مباراة جيدة وده عكس من الناس ممكن تكون شايفة أنه أفشا ما كانش كويس بالعكس أفشا كان كويس جدا أفشا كان بيخلق فرص أفشا كان عنده الفيجن بيحطه الكرة دايما للعيد في منطقة خطورة لكن بعد كده مش شغلته نشوف الحالات نشوف هو بتصرف الكرة هل بيصرف كرة كويس؟ هل بيهتعامل؟ هل بيحاول يروح يهدد المرمى؟ هل بيحاول يصوب؟ ولا لا بص هنا أفشا مكان التواجد بتاع أفشا دايما هو بيروح في المنطقة اللي محتاجي بص هنا موجود دي كان تصويبه تصويبه جيدة واحدة من التصويبات الأولية اللي كانت قريبة من المرمى ما كانتش بعيدة دي واحدة فالراجل حاول أول ما تفتحت له زاوية تصويب حاول أدي واحدة اللي بعديه اللي بعديه على طول بص هتلاقي إنه أفشا موجود بيساهم في عملية الضغط بيساهم في عملية الضغط في وسط الملعب هياخد الكرة بيدور على حل دايماً الكرة بتطلع من رجل أفشا بشكل جيد دايماً بتروح للعيم أفشا محتاج مهاجم يعني أفشا محتاج مهاجم مش بس مهاجم هو أقف هنا قبل وروح اللي بعديه مش بس مهاجم أفشا محتاج إن الحالة الهجومية بتاعة الخط الأمامي لأنه أكتر حد يقدر يعملهم سابلين يقدر يمدهم بالكرة دي تبقى أفضل من كده بيرسي تاو حسين الشحات بيرسي تاو حالته ممتازة لكن حسين لازم يرجع لحالته الطبيعية اللي بتكلم عن العناصر الأساسية ولازم مهاجم هو ليه لما الكهرباء موجود الأهلي ما بيحققش نتائج سلبية لأنه حتى لو ضيع بيسجل فأنت بتترجم بتصيط بالبلد بلغة الكرة بتصيط لعبي اللي لعب تحتيك وإنت كبليميكر إنت اللي بتساعد المهاجم إنه هو يروح فروح للي بعديه كمان يلا روح لأفش دايماً دايماً الكرة بتروح يا في مساحة يا اللعيب نادراً نادراً رغم رغم بص دي ممتازة بس بالآخر ما انتهيتش بشكل جيد ليه؟ مش مشكلته هو اللي بعديه فأنت مش مشكلتك دي أنت مشكلتك إنك تعمل الباص رغم إن البلاي ميكر أو لعيب مركز 8 اللي هو بيبقى دوره هجومية شوية يا كريم ويطلب منه يعمل ريسكي باص فلما ريسكي باص يعني نسبة الخطورة إنها تطقطع أكتر ومع ذلك أكتر لعيب كان عنده دقة في التمرير النهاردة في المباراة لحين خروجه كان محمد مجد أفشا سواء بتمريرات طولية أو على الأجناب أو حتى هتفاصل بالكورة فأنا شايف إنه أفشا واحد من اللعيبة اللي اتظلمت بنتيجة المباراة النهاردة وبشكل الحالة الخط الهجومي للنادي الأهل